مبارح أو يعني فجر اليوم كمان تم إعلان وفاة عم صلاح الموجي عم صلاح الموجي مين يقول لي مين عم صلاح الموجي اللي انت طلعتين عين النهاردة ده أقول لك عم صلاح لو تفتكروا معايا في ديسمبر 2017 لما إرهابي اعتدى على كنيسة مرمينة في حلوان وإرهابي كان ماسك رشاش وعمال طايح في الناس كلها في ناس استشهدت في الواقعة دي الإرهابي مش في الشارع وقعد بالرشاش بتاعه عايز يضرب كل الناس وجات له يعني حالة كده جنون عم صلاح مواطن عادي ساكن في حلوان عم صلاح يسكت ويسيب الإرهابي ده ويستخبب بيتهم يعني طبيعيا أنا لو شفت إرهابي تحت بيتنا أكيدها خاف ده دي صورة عم صلاح عم صلاح اللي كان في نهاية الخمسينات من عمره وقتها يعني هو توفى عن عمر ستين سنة عمل إيه عم صلاح لا همه الواد ولا الرشاش اللي مسكه ولا أي حاجة ورح نط على الإرهابي ومسكه اللي ابتدت الناس تجري بقى وتمسك معاه وقعدوا يسقفوا لعم صلاح وكان يتهيصها وعم صلاح وزارة الداخلية احتفلت بي وقتها كل الإعلام وقتها احتفل بي فاحنا لما عرفنا أن عم صلاح الموجي اتوفى ما كانش ينفع نعدي كده إنسان مصري جميل دافع عن كنيسة وهي دي مصر على فكرة وهو ده جمال مصر إن فاش مسيحي يعني المتعصبين دول قلة ودايما هيفضلوا قلة أنا فاكر وقتها يوم الحلقة عدت يتكلم على عم صلاح الموجي كتير جدا لكن زي ما حضراتكم شايفين هل ينفع نجيب الصوت في الفيديو ده الإرهابي بصوا عم صلاح خلي بالكم الولد كان ماسك رشاش يعني بصوا ماسك رشاش إزاي الإرهابي كان ماسك رشاشه عم صلاح قد عليه فخالص التعازي لأسرة عم صلاح الموجي المواطن المصري الشجاع بنقدم خالص التعازي لكل أسرته وكل حبيبه